وإزالة النجاسة تقدم معنا في الدروس المهمة أن إزالة النجاسة على ثلاثة أقسام مغلظة، مخففة، متوسطة النجاسة المغلظة تزال هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء يقسل سبع مرات أولاهن بالتراب نجاسة الكلب إذا ولغ يعني أراد الشرب من الإناء وفي الغاء الكلب لا يشرب حتى يدخل لسانه في الماء يقسل طبعا الماء هذا نجس لا قد نجاسة الآن تزيل الماء من الإناء وتقسل سبع مرات أولاهن بالتراب هل يصلح أن يضع بدل التراب صابون أو أشياء يعني ديتول عندكم ديتول؟ ديتول المهم كذا هل يصح أن يستعمل غير التراب في إزالة نجاسة الكلب؟ لا لأنه منصوص عليه تراب بعد هذا هو يحب أن يضع شيء ما عندنا إشكال لكن لابد من التراب ثم يتبع التراب الماء سبع مرات أولاهن بالتراب هذه في نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء الثاني هذه نجاسة مغلظة المخففة يجزئ فيها النضح وهو رش الماء فقط بلا عصر يرش الماء فقط أو يأخذ مثلاً ويضع في الماء طرف الثوم هذا يسمى نضح رش فقط في ماذا؟ في المذي وهو سائل ليس له لون مثل ومثل الماء لزج يخرج عند التفكير أو كلام نجس نجس ناقض الوضوء ناقض الوضوء خارج من السبيلين ماذا يصنع؟ يقسل الذكر والخسيتين حتى ينقطع هذا الخارج إذا وقع على الثوم كيف يزال؟ بالرش فقط الثاني بول الصبي بول الذكر الذي لم يأكل الطعام يعني غالب قوت هذا الصغير حليب الأم ذكر دون الفطام قبل سنتين وغالب طعام هذا حليب الأم فإذا بال على ثوبك ماذا تصنع؟ تنضح ترش الماء فقط المذي طاهر لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع على ثوب مني وكان رطب نضحه بالماء رش فقط وإذا كان جاف يحطه ويزيله مفهوم؟ طيب غير المغلضة والمخففة نجاسة متوسطة كل شيء كل شيء غير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء والمذي والمني وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام بول الجارية متوسطة رش وعصر نعم بول الآدمي متوسط طيب هذا باختصار أمور عن الطهاب